السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي طاب يومكم تمنى أن تكونوا بخير حياكم الله من جديد في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زميننا الأستاذ عادل السويلم مترجم لغة الإشارة بسم الله نبدأ طبعا درسنا السابق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد تعرفنا فيه على غزوة بدر الكبرى لدينا واجب أسئلة الواجب السؤال الأول ما هي نتيجة غزوة بدر الكبرى السؤال الثاني علل وعللي تعتبر غزوة بدر من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم إذن أسئلة الواجب السؤال الأول ما هي نتيجة غزوة بدر الكبرى السؤال الثاني علل وعللي تعتبر غزوة بدر من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نبدأ حل الواجب طلابي وطالباتي بدءا بالسؤال الأول ما هي نتيجة غزوة بدر الكبرى ممتاز بارك الله فيكم انتصار المسلمين بعد أن استشهد أربعة عشر صحابيا وقتل سبعون من المشركين وجريح سبعون إجابة صحيحة مستعدين ننتقل للسؤال الثاني علل وعللي تعتبر غزوة بدر من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم نعم بسبب الانتصار الذي حققه المسلمون فإن غزوة بدر من أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ومن أهم غزوات التاريخ الإسلامي نراجع درسنا السابق يا ترى ما هو سبب غزوة بدر؟ اذكروا واذكري سبب غزوة بدر الكبرى نعم رغبة المسلمين في استعادة ما استولى عليه مشركوا قريش من أموال المسلمين الذين هاجروا من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة هذا ما كان لدينا في درسنا السابق غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رقم واحد وكل ما يتعلق بغزوة بدر الكبرى ما زلنا في الوحدة التاسعة السيرة النبوية نسترجع دروسها سويا الدرس الحادي والثلاثون نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونشأته الدرس الثاني والثلاثون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الدرس الثالث والثلاثون الهجرة إلى المدينة المنورة أخيرا الدرس الرابع والثلاثون غزوات النبي محمد صلى الله عليه وسلم تحدثنا في درسنا السابق عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وتحدثنا كذلك بالتفصيل عن غزوة بدر الكبرى بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر الكبرى وما نتج عنه من تحول في موازين القوى لصالح المسلمين نتابع ونستكمل إن شاء الله اليوم إذن الله في هذا الدرس ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم الذي سميت باسم جبل في المدينة المنورة وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أحد يحبنا ونحبه أحسنتم اليوم بإذن الله لدينا غزوة أحد في الدرس غزوات النبي صلى الله عليه وسلم رقم 2 يحوي درسنا المحاورة التالية أبرز غزوات النبي صلى الله عليه وسلم غزوة أحد أسبابها ونتائجها يتوقع من الطالب والطالبة أن يعدد ويسترجع أهم غزوات النبي صلى الله عليه وسلم يفسر سبب غزوة أحد يذكر نتيجة غزوة أحد ما أبرز غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وما أهم نتائجها نكمل اليوم بإذن الله أبرز غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وهي الغزوة الثانية غزوة أحد أبرز غزوات النبي غزوة بدر عندما تأسست الدولة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة وبدأ الإسلام ينتشر في المناطق المجاورة لها ما الذي حدث؟ بدأت القبائل تدخل في الإسلام وقف الأعداء المشركون ضد المسلمين خططوا لمنع انتشار الإسلام ماذا جهز النبي محمد صلى الله عليه وسلم لذلك؟ نعم جهز جيشا لحماية الدين والدولة وقاد الغزوات لمواجهة المشركين تركزوا وتأملوا معي جيدا هذه الصورة هذه الصورة لجبل أحد في المدينة المنورة إذن من خلال هذه الصورة نستنتج اسم ثاني غزوات النبي صلى الله عليه وسلم والتي وقعت في السنة الثالثة للهجرة يا ترى ما اسم هذه الغزوة؟ احسنتم طلابي وطالباتي إنها نعم غزوة أحد غزوة أحد لدينا مخطط غزوة أحد لاحظوا معي رسم كرتوني لهذه الغزوة لاحظوا هنا هذا جبل أحد وهنا جيش المسلمون وهنا جيش المشركون هو جبل الرمات وهذا الخط خط التفاف خالد بن الوليد الذي كان قائدا للمشركين إذن أين وقعت غزوة أحد؟ أحسنتم وقعت عند جبل أحد في المدينة المنورة أين وقعت غزوة أحد طلابي وطالباتي؟ أحسنتم وقعت عند جبل أحد في المدينة المنورة إجابة صحيحة إذن وقعت عند جبل أحد في المدينة المنورة سبب غزوة أحد طلابي وطالباتي لم ترضى قريش بهزيمتها في غزوة بدر الكبرى لذلك فإن سبب غزوة أحد ثأر قريش لهزيمة رجالها متى في غزوة بدر فجهزوا جيشا لقتال المسلمين واتجهوا به نحو المدينة المنورة والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد إذن ما سبب غزوة أحد؟ نعم ممتاز ثأر قريش لهزيمة رجالها في غزوة بدر فجهزوا جيشا لقتال المسلمين واتجهوا به نحو المدينة المنورة والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد إذن أذكر واذكري السبب غزوة أحد بارك الله فيكم ثأر قريش لهزيمة رجالها في غزوة بدر فجهزوا جيشا واتجهوا به للملاقات المسلمين عند جبل أحد حدثت المعركة ما هي نتيجة غزوة أحد يا ترى؟ التفاف مجموعة من جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد لاحظوا معي قبل إسلامه قبل إسلامه على المسلمين من الخلف ومهاجمتهم المسلمين هل تمكنوا من مهاجمة المسلمين؟ نعم لأنه عندما فر جيش قريش الرمات الذين جعلهم النبي فوق جبل الرمات نزلوا اعتقادا منهم أن المعركة انتهت لكن الذي حدث التفاف جيش المسركين من الخلف بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه ومهاجمتهم للمسلمين من عند جبل الرمات نتيجة هذا الالتفات إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بجروح استشهاد عددا من المسلمين وكان من بين الشهداء عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إذا النتيجة غزوة بدأ أحد التفات مجموعة من جيش قريش بقيادة خالد بن الوليد قبل إسلامه وعلى المسلمين من الخلف ومهاجمتهم المسلمين اثنين إصابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجروح استشهاد عدد من المسلمين كان من بين الشهداء عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب ما سبب التفات قريش بقيادة خالد من الخلف نعم لنزول الرمات من جبل الرمات اعتقادا منهم أن المعركة انتهت وأن جيش قريش قد فر وذهب وخرج من أرض المعركة نتيجة هذا الالتفات إصابة النبي صلى الله عليه وسلم بجروح استشهاد عدد من المسلمين من بينهم عم النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب إذن ما هي نتيجة غزبة أحد أحسنتم هيا نفكر جيدا الأسباب التي أدت إلى هزيمة المسلمين في غزوة أحد أحسنتم مخالفة الرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في أماكنهم في أعلى جبل الرمات حتى يأذن لهم بالنزول عندما رأوا إنهزام جيش قريش نزلوا إلى الأرض المعركة لجمع الغنائم ظنا منهم أن المعركة قد انتهت عندما جرح النبي صلى الله عليه وسلم كانت فاطمة ابنته تنظف جراحه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يسكب الماء فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأخر أحرقتها واسقتها فاستمسك الدم هذه المعلومات طلابي وطالباتي فقط للإطلاع كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن المدينة وعن جبل أحد هذه طابة وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه ونحن نقتدر رب رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في محبة المدينة وجميع أنحاء الوطن طلابي وطالباتي أمامكم لعبة جميلة كنوز المعرفة نختار الكنوز بالتسلسل الرقمي بدءا من الرقم واحد الكنز الأول نعم يوجد في الكنز الأول سؤال اذكر واذكري سبب غزوة أحد ثأر قريش لهزيمة رجالها في غزوة بدر فجهزوا جيشا لقتال المسلمين واتجهوا به نحو المدينة منورة والتقوا بالمسلمين عند جبل أحد عودة من جديد للصناديق الصندوق الثاني الرقم اثنين ما هي نتيجة غزوة أحد نعم التفاف مجموعة من جيش خريش بقيادة خالد بن الوليد قبل اسلامه على المسلمين من الخلف ومهاجمتهم المسلمين إصابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بجروح استشهاد عدد من المسلمين وكان من بين الشهداء عام النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بن عبد المطلب حمزة بن عبد المطلب نعم عودة من جديد تبقى لنا كنز واحد رقم ثلاثة علل وعللي هزيمة المسلمين في غزوة أحد من أسباب ذلك مخالفة الرمات أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبقاء في أماكنهم في أعلى الجبل حتى يأذن لهم بالنزول بهذا النشاط طلابي وطالباتي وبهذا الكنز أصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم الذي تعرفنا فيه على غزوة أحد أسبابها ونتائجها وأحداث هذه المعركة التي وقعت في السنة الثالثة للهجرة لدينا واجب سؤال الواجب اذكر واذكري سبب غزوة أحد علل وعللي هزيمة المسلمين في غزوة أحد إذن أسئلة الواجب السؤال الأول اذكر واذكري سبب غزوة أحد علل وعللي هزيمة المسلمين في غزوة أحد نقشنا في درسنا المحاور التالية طلابي وطالباتي أبرز غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وغزوة أحد أسبابها ونتائجها وأحداث المعركة أحبتي طلاب وطالبات الصف الرابع أصلوا إياكم إلى نهاية درسنا لهذا اليوم شاكرا لكم حسن استماعكم أستودعكم الله إلى لقاء جديد بإذن الله شكرا لكم